موسيقى 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 تداهرة كبرى ستعيشها مدينة مراكش في الفترة ما بين العشرين والحدي والعشرين من الشهر الجاري بتنظيم الدورة السابعة للدورية الدولية المفتوحة للكاراتي والذي يشهد مشاركة سبعة دول رائدة في اللعبة بالإضافة إلى المغرب منظم الحدث نتعرف على مستجدات الدورة في روبرتاج حليم مهيشيكا وأحمد البونجيمي الندوى الصحفية ارتأى من خلالها المنظمون تسلط الدوء على هذه النسخة الدولية للكاراتي التي ستحتضنها القاعة المغطاة العزوزية بمراكش الحمراء في الفترة ما بين عشرين والحدي والعشرين من الشهر الجاري هدف منظم هذا الدوري هو إجمالا وأننا تنقلوا الناس اللي جاي من براء و جاي من الدول أنه جاي لبلادكم التاني جاي لبلاد المغرب بالأمن والأمان والاستقرار وكي أنا فرحت اليوم أن الوخد اللي هو الدنماركي جاي اليوم نزل في المطار ومشادر واحد الجولة في مدينة مراكش وعجبوا الحال و جاي فرحان وكتشوفوا معنا أنه فرحان وصنا الجديد في السنة هو أنه الحضور سبعة دول من العالم كامل يعني كاينين دول مثلا ميصر تونس جزائر إسبانيا إيطاليا المغرب فرنسا و بلجيكا فهذا دول يحضروا في هذه البطولة زائد على هذا الشيء العدد المشاركين اللي تضاعف ما بين السنة اللي داستوها السنة فالعدد تضاعف هذا الدوري الدولي سيشهد مشاركة أكثر من مئة رياضي أجنبي من أصل ستمائة مشارك تم تسجيلهم في لوائح الدورية الدولية ويمتلون سبعة دول عربية وأوروبية إضافة إلى طاقم تحكيمي سيشرف على أطوار المنافسة الجانب النسوي سيكون له حضور خاص إلى جانب الذكور سواء تعلق الأمر بخوض المباريات أو الإشراف على الحدث كحكمات من طبيعة الحال بالحكام سيكون حكمات حكمات المغربيات و سيكون حكمات دوليات هذه التظاهرة إن شاء الله سنتمحوه لكي تكون أحسن لأنني فاتت لأنني غدا و كنت تكبر و كيقول لي عنده وزن يظل تنظيم مثل هذه تظاهرة الدولية قيمة مضافة لممارسي اللعبة للوقوف على جاهزيتهم و كذل الاحتكاك بخبرات و تجارب دول أخرى إضافة إلى إعطاء إشعاع عالمي للمغرب عبر هذا الدوري الدولي للكاراتي موسيقى